انطلاقة حديثة بعد القرار الوزاري بإشهار نادي إزكي الرياضي واعتماد نظامه الأساسي وذلك بإطلاق هويته البصرية المستمدة من عمق التاريخ الأصيل للولاية ومعالمها في قالب عصري يلامس تطلعات أبنائها ويتماشى مع خطط النادي ورؤيته المستقبلية كأبناء ولاية إزكي هذا يوم تاريخ نعتبره حقيقة في ولاية إزكي ونتقدم الشكر القزين لمجلس الوزاري لإشهار نادي إزكي وحقيقة الأمر منذ الإعلان الرسمي لمجلس الإدارة دائبت الإدارة خلال الأشهر الماضية في عمل الأهداف الأساسية لتأسيس النادي من ضمن هذه الأشياء اللي هو النظام الأساسي للنادي اللوائح المنظمة كذلك للنادي وهيكلة الليقان الموجودة في العاملة الليقان الثقافية والليقان الرياضية والليقان الاجتماعي والليقان الفنية ومن أهم الأعمال اللي كنا نركز عليه حقيقة اللي هي الهوية البصرية لنادي إزكي الهوية الجديدة برمزها الحضاري ولونها القرمزي والذهبي تشكل شارة حيوية نابضة بالحياة سيعمل عليها النادي لتوفير البيئة المناسبة للشباب واحتضان مواهبهم الهوية دائما لها تأثير كبير بإذن الله تعالى على كافة شرائح الفرق الرياضية والمجتمع بشكل عام وقاءت هذه الهوية ممثلة في القانب التراثي والقانب الرياضي والثقافي والاجتماعي شاملة جميع القرى والبلدان والحارات القديمة بولاية إزكي وكذلك القانب الرياضي الآفاق أمام النادي وفرقه الرياضية مفتوحة والتي بلا شك ستخدم المجتمع بشكل عام وترفض الساحة الرياضية في سلطنة عمان بالعديد من المواهب في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وستحمل الهوية الجديدة لنادي إزكي انطلاقة حديثة تلبي آمال وطموحات أبناء الولاية في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية علي بن جمع الريامي محافظة الداخلية ولاية إزكي